سبع الخير كل اللي بيتابعونا وحلقات جديدة من حلقات بنصبح عليك معكم أنا سارة الهلالي وحلقات يوم الجمعة بنا نتمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم النهاردة اخترنا لحضراتكم كالعادة فقرتين هيكون معنا فقرة عن أهم الموضوعات الخاصة بالسياحة المصرية والعالمية مع دكتور ياسر أيوب ثابت رئيس لجنة الفنادق بالنقابة المهنية للسياحيين وكمان هيكون معنا فقرة مع الكاتب الصحفي أستاذ محمد حمادة وحنتكلم عن بعض الموضوعات الخاصة بمنطقة الساحل والسودان وأول خبر معنا في فقرة الأخبار اليوم الجمعة 17.26.22 من اليوم السابع رئيس السيسي لمجتمع المال أفريقيا أمانة في رقبتكم رئيس يخاطب ضمير العالم بتحديات تواجه القارة السمراء خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ويؤكد أفريقيا لن تعبر نحو مستقبل أفضل إلا بتكامل وتجاوز الخلافات الرئيس السيسي 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة في مصر خلال السبع سنوات قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكة حديد مصر تجديد القطارات رئيس الوزراء يوجه باستمرار إزالة أي مخالفة بناء على الأراضي الزرعية مساعد أول رئيس الوزراء تصميم منظومة إلكترونية لتلقي مشكلات المستثمرين البرلمان العربي يشيد بجهود الرئيس السيسي في دعم وتمكين الشباب ومن جريدة الأهرام مجلس الوزراء يقرر إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب لمصر وزير البيئة الطاقة وخفض الكربون موضوعات الأيام غير الرسمية بقمة المناخ وزير الكهرباء تخفيف الأحمال أصبح أمرا غير وارد في مصر العدل تحدد خطوات تسجيل العقارة في الشهر العقاري بعد التيسيرات الجديدة التموين 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات السنويا جريدة الأخبار وزير الخارجية يبحث مع جون كاري التنسيق بين القاهرة وواشنطن لمواجهة تغير المناخ رئيس مجلس النواب الحوار بين شباب العالم ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية المختلفة وشرايين جديدة للاقتصاد بدء إقامة المنطقة البترولية الحديث بالتبين وزارة الطيران المدني تستعد للانتقال العاصمة الإدارية الجديدة بـ 834 موظفا التنمية المحلية الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد أما أخبار التقس تقسحار اليوم بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 34 درجة أما بالنسبة لدرجات الحرارة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 الأسكندرية 28-22 مطروح 29-21 أما أسوان 41 درجة والصغرى 26 وبكده بتنتهي فقرة الأخبار وحالا مشاهدين الكرام ننتقل لأولى فقرتنا الحوارية على الهواء وحتكون مع دكتور ياسر أيوب ثابت رئيس لجنة الفنادق بالنقابة المهنية للسياحيين وانطلاق النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة 21 يونيو ده محور فقرتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي أستاذ محمد حمادة اللي بيشرفنا في بنصابح عليك أهلا بحضرتك أهلا يا فندم صباح الفلة على حرتي وعلى السلام مشاهدين منورنا نهاردة يا فندم وخليني أتكلم على طول عن منتدى أسوان في النسخة الثالثة وأهميته من وجهة نظر حضرتك في هذا التوقيت طبعا منتدى أسوان هو منصة يعني مهمة جدا هي منصة دولية المنتدى أسوان للسلام والتنمية دي فكرة مصرية تم الإعلان عنها أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن فكرة هذا المنتدى في سوتي في روسيا أثناء زيارته في 2019 وكان لها صدى كبير جدا في المجتمع الدولي خاصة الدول الأفريقية في ذلك الوقت لأن النسخة الأولى تمت في 2019 وكانت مهمة جدا بالنسبة للدول الأفريقية لتسليط الدوع على التحديات التي تواجهها أفريقيا بالإضافة أيضا الاستعانة بالخبرات الدولية والمؤسسات الدولية في مواجهة مثل هذه التحديات النسخة الثالثة التي سوف يتم إن شاء الله انعقدها في 2021 و22 هذا الشهر هي نسخة في غاية الأهمية تتحدث عن التحديات التي تواجهها أفريقيا لتحقيق التنمية والاستقرار والسلام أهم الدول التي ممكن تكون عندها مشكلات في الفترة منطقة الساحل والسودان والصومال أعتقدها يأخذوا نصيب أكبر من الاهتمام في هذا المنتدى طيب هناك شرقاء دوليين مهمين جدا يشاركون التالت سنة على التوالي السويد واليابان والبنك الإفريقي القضايا المطروحة على هذا المنتدى قضايا في غاية الأهمية سوف يستفيد منها هذه الأماكن الحركة تفضلت وذكرتها وهي التصدي للإرهاب ووجهة هذا الإرهاب وتكفيف منابع الإرهاب من خلال القضاء على العناصر الإرهابية والجماعات المسلحة أيضا إعادة الإعمار بعد النزاعات وده نقطة في غاية الأهمية نحن جاهدنا حجم الضمار في أفريقيا وكانت المبادرة المصرية إسكات البندقية والجلوس على طاولة المفاوضات بين المتناحرين في أفريقيا لها صدى جبير لتحقيق التنمية عزيم الناحية وأيضا لتحقيق الأمن والاستقرار لجذب مزيد من رؤوس الأموال ومساعدة الدول الكبرى للدول الأفريقية بالنسبة لأهم الملفات المطروحة على منتدى أسوان منها على سبيل المثال كيفية تخطي التحديات وآثار جائحة كورونا بالإضافة أيضا إلى الاستعداد لمؤتمر في غاية الأهمية وهو مؤتمر المناخ التي سوف تشرف مصر باستضافته خلال نوفمبر المقبل ومصر هي بتمثل القارة الأفريقية كلها سواء كان بالنسبة لمطالبها سواء كان بالنسبة للأثار الجانبية للمناخ على الاقتصاديات الأفريقية والشعب والشعوب الأفريقية بالنسبة أيضا إلى مكانة المرأة الأفريقية ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة القرن الأفريقي والدول الأفريقية هناك اجتماعات متوصلة لتحضير لهذا المؤتمر الهام كان منها مؤتمر استوكولم زائد خمسين وده كان بيدشن الذكرى الخمسين لمؤتمر السلام للتنمية للأمم المتحدة وكان مصر لها مشاركة مهمة جدا للاستفادة من هذه الخبرات في التعامل مع الملفات المطروحة على المنتدى هناك أيضا تحضير لهذا المنتدى من خلال ورش مهمة جدا تم مناقشة العديد من الملفات لكي نخرج بأجندة واضحة أفريقية وعرضها على المجتمع الدولي خاصة مع وجود دول كبرى تحاول مد يد المساعدة زي إنجلترا زي روسيا زي كندا زي الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لهذه التحديات وأيضا أن يكون هناك مرضود اقتصادي على الدول الأفريقية إحنا طبعا شاهدنا أن العالم كله كان بيعاني من الهجرة غير الشرعية وخاصة الاتحاد الأوروبي مع وجود مثل التنمية في القرى الأفريقية ده هيحد من الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الجانب الأوروبي ومن ثم كان أيضا هناك دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة أن يكون هناك إسهامات من الدول الكبرى لمساعدة القرى السمراء في إحداث حال دقلة نوعية للإنتاج والعمل وتوفير فرص العمل حتى لا يفكر الشباب في الهجرة إلى التحاد الأوروبي مصر نجحت منذ 2016 في الحد من الهجرة غير الشرعية ووقف الهجرة غير الشرعية وده باعتراف المؤسسات الدولية المنتدى منتدى هام جدا هناك تحضيرات على أعلى مستوى هناك مشاركة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع الحكومي بالإضافة أيضا إلى الدول الكبرى صاحبة الخبرة في التعامل مع مثل هذه الملفات عندنا ملف غاية الأهمية ويعاين منه أفريقيا وهو الأمن الغذائي الأمن الغذائي شهدنا خلال الأحداث سواء كان كورونا وتدعايا كورونا أو الأحداث الأوكرانية الروسية وسلة الغذاء العالمي تأثرت بهذه الحروب وهذه الأحداث التي أحدثت نقلة نوعية في أسعار الغذاء خصوصا الأوقات كانت متقربة بين الجائحة وبين المشكلة من 20 إلى 22 حتى الآن هناك أزمات متتالية وبالتالي نحن أمام تحدي في غاية الأهمية وتوفير الغذاء والأمن الغذائي لأنه يمثل أمن قومي للدول الأفريقية نعم عن التعاونات بين الدول الأفريقية الأفريقية وطبعا يعني على رأسهم الدولة المصرية أهم المجالات اللي بيتم فيها التعاون في هذه الفترة خصوصا وأن حضرتك ذكارت بعض الأزمات اللي ممكن نكون بنعاني فيها إحنا شفنا تعاونات في مجال الزراعة مثلا كان فيه نقل خبرات على المجال الطبي ويعني نقلنا أو مساعداتنا بعض المساعدات إزاي حضرتك بتشوف مثل هذه التعاونات خصوصا مع رجوع مصر إلى حضن القارة الأفريقية بشكل نقدر نقول قوي وملحوظ طيب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقاليد الحكم في مصر وهو أعطى اهتمام كبير بالقارة السمراء وعمل أكتر من 120-150 زيارة إلى أفريقيا سواء كان لبحث مزيد من التعاون السنائي أو التعاون الجامع بين الدول الأفريقية مصر أبدا لم تبخل أبدا بخبراتها في جميع المجالات لالقارة السمراء مصر أيضا كانت حريصة على أن يكون هناك موقف اقتصادي قوي وأن يكون هناك تبادل للمنفع وليس تحقيق المنفع الذاتية بالإضافة أيضا إلى أن يكون هناك نقل للخبرات المصرية في العديد من المجالات دعينينا مثلا نتحدث عن المجال الطاقة مصر بالفعل مصر كونت منتدى شرق البحر المتوسط ومصر كانت بتعاني من نقص في الغاز الآن أصبح هناك اكتفاء ذاتي من الغاز ومصر وفرت بذلك 2 مليار دولار سنويا كانت بتستوري بالغاز مصر أيضا عملت الربط الكهربائي بينها وبين السودان وبعض الدول الأفريقية مصر أيضا بتقيم العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية على نهر النيل لإحداث حالة من حالات التنمية مصر ما بترفضش التنمية ولكن أن تضر الشعب المصري وأن تضر المحصصات المصرية والمحصصات المصرية من المياه هو ده المرفوض مصر أيضا لم تبخل أبدا في المجال الصحي في نقل مزيد من التجارب وأيضا من الكوادر البشرية في المجال الطبي إلى الدول الأفريقية وبعض المساعدات الحقاصة باللقاحات وغيره طبعا يعني نحن عندنا مصانع لإنتاج اللقاح وكان ده اهتمام مباشر لأن مصر الآن أصبحت هي البوابة الزهبية إلى أفريقيا ليس فقط الاهتمام اهتمام تجاري ولكن أيضا اهتمام أن يكون هناك استقرار وسلام في المنطقة حتى يعم السلام لمنطقة الشرخ الأوسط أيضا مصر الآن أيضا لديها خبرات في مكافحة الفساد وكان يعني كنا مستضفين قريبا جدا مؤتمر مكافحة الفساد وكيفية الاستفادة بالخبرات المصرية في هذا المجال وتتبع الجرائم سواء كان غسيل الأموال وغير ذلك مصر أيضا لم تبخل أبدا على القرى الصمراء في دعم القضايا العادلة للدول الأفريقية إذن مصر فتحة لها وتقدم كل ما هو نفيس بالنسبة لها سواء كان من خبرات سواء كان من تكنولوجيا سواء كان في المجال الصحي أيضا يعني 100 مليون صحة كان هناك مليون مواطن أفريقي تم التعامل مع هذا الفيروس سي ومن ثم نجد أن هناك اهتمام أيضا في مجال الشباب وحقوق المرأة منتدى شباب العالم منتدى شباب أفريقيا في أسوان إذن مصر تحاول بقدر الإمكان أن يكون هناك قوة اقتصادية كبيرة لإفريقيا لكي يكون لها مكانة في العالم وده اللي نجحت فيه في تفعيل اتفاق التجارة الإفريقية والوصول به إلى بر الأمان وأن يكون هناك مركز لهذه الاتفاقية وبالفعل تم التوقيع عليها وده يعتبر نجاح كبير ليس فقط لمصر ولكن للدول الإفريقية في التوحد صحيح الحقيقة كمان أنه الدول الإفريقية من الممكن أن يكون عندها نفس التحديات وخليني هنا أتحدث عن فئة الشباب لأنها كانت ظهرة وبشكل كبير في منتدى شباب العالم مثلا وكانت القوة النعمة بتشكل نقدر نقول نقطة قوة عندنا كمصريين يعني وجود الأظهر الشريف وأنه بيأتوا لأبناء أفريقيا للتعلم فيه أو الكنيسة المصرية وجود مثل أو بعض الجامعات المصرية لا تعد هذه قوة برغم أنها ممكن تكون بتندرك تحت القوة النعمة ولكنها نقطة قوية لتجميع الأراء ولمشاركتنا تحديات بعضنا البعض والعمل على حلها طيب إحنا الشباب هم وقود التنمية وبالتالي إحنا لما نهتم بالشباب إحنا عندنا 60% من الشعب شباب ده على المستوى مصر فبالتالي عندما نجحنا في مؤتمرات الشباب لأول مرة نجد أن رأس الدولة بالحكومة تقف وجه اللي وجه أمام الشباب يطرح كل أفقاره كل آلامه كل مشاكله ويتم مناقشة الجهاز التنفيذي والوزراء المعنيين والخروج بتوصيات ويتم تنفيذها على أرض الواقعية كريمة على سبيل المثال التجربة المصرية لقتصد كبير جدا في العالم وأصبح هناك فيه منتدى شباب العالم وأيضا أصبح الاهتمام بالشباب الأفريقي لكي تصل الصورة الصحيحة إلى أبناء القرى السمراء الشباب عندما يتم الجلوس معا بالإضافة إلى أن يكون هناك احتكاك من خلال نقل التراث الإفريقي وتبادل المعرفة وتبادل الخبرات بين الشباب ده بيقربنا أكتر من بعض بالإضافة أيضا إلى أنه بيخلق نوع من أنواع الإحساس بأننا كيان واحد وليس دول منعزلة وبالتالي كان الاهتمام بالشباب فكرة رائعة وكان الاهتمام بأن يكون هناك منتدى لشباب أفريقيا في أسوان القريبة إلى الجو الأفريقي كان فكرة عقرية وبالتالي يجتمع الشباب كل عام للجلوس معا لكي يكون هناك تبادل الخبرات للمعرفة أو في نمازج نكحة كتير جدا وإحنا شفنا أثناء منتدى شباب الأفريقي أو شباب أفريقيا شاهدنا نمازج نكحة من جميع الدول الأفريقية ودي إدت إشارة أن أفريقيا لم تعد كما كانت من قبل الفقر والجهل والجوع لا في دول أفريقية قائمة على التنمية على خلق فرص جديدة إبتقارات جديدة عندنا رواندا على شئ المسال أعلى معدل تنمية في أفريقيا رواندا اللي كانت بتعاني من بحور من الدماء وصراع قبلي يعني هم غلبوا مصلحة الدولة على المصالح الفردية ودي كانت رسالة العالم كله وليس إلى أفريقيا والشعب الأفريقي بأن عندما يتم تغليب المصلحة الجمعية للدولة بعيدا عن النزاعات وبعيدا عن المحصصات ده بيؤدي إلى نجاح وبيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية ومزيد من التنمية في الدول الأفريقية مصر يعني من أوائل الدول اللي حربت الإرهاب ويعني قدرت أن هي تتعامل معاه في وقت صعب أعتقد أو أفتكر السيدة الرئيسة بتفتاح السيسي يمكن من قبل حتى تولي للقيادة السياسية للبلاد وهو تحدث أن مصر بتحارب بالنيابة عن العالم الإرهاب إزاي حضرتك بتشوف وجود الإرهاب وتحدينا ليه في القارة الإفريقية وطبعا هنا بتحدث أو ببتدي الكلام بمصر حضرتك تحدثت عن اسكاتة البندقية عن تغليب المصلحة العامة على بعض المصالح القبالية إزاي حضرتك بتشوف مصير القارة الإفريقية في التعاون للقضاء على الإرهاب ولمساعدة الدول لدول أخرى طيب إحنا عشان نحارب الإرهاب الإرهاب ده بيظهر ليه الإرهاب ده بيظهر على شام قاطر لإما أفكار أيدولوجية لإما تغليب مصلحة فردية أو جماعات على مصلحة الدولة مصر بالفعل كانت تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وده ظهر جدا في العملية الشاملة 2018 التي أطلقتها مصر في التصدي للإرهاب في منطقة سيناء نعم مصر نجحت في وقت هذه الجماعات ونهاية هذه الجماعات بنسبة كبيرة جدا قد يكون 100% طبعا أي عملية بتتم ديزئاب منفردة وإحنا عارفين أن ده كل دول العالم يعني ممكن أن تمر بمثل هذه الأمور إلى أن مصر نجحت بالفعل في التصدي للإرهاب من خلال الإعداد الجيد ومن خلال أيضا تبادل المعلومات مع الدول الصديقة ومع المنظمات الدولية المهتمة بالملف الأمني مصر أيضا استطاعت بفكرها أن تحقق تنمية في مناطق الفراغ ودائما الإرهاب ينشط في المناطق الرخوة أمنيا أو منطقاء اللي بيبقى فيها فراغ سواء كان مشروعات أو سواء كان بالنسبة لبنية تحتية شاهدنا مثلا على سبيل المثال أكثر من 200 مليار جنيه مشروعات في سيناء لإحداث نقلة نوعية وتفرع عمرانية في سيناء هذه التجارب وهذا التعامل مع هذا الملف أكسب مصر العديد من الخبرات الهامة التي منسمى بيتم التعامل مع الجانب الأفريقي في التصدي لمثل هذه الجماعات بالإضافة أيضا إحنا أيضا عنينا من الجماعات المسلحة في ليبيا وكان مصر ليها موقف قوي في أن الأمن القومي المصري خط أحمر أيضا الخبرات المصرية في التعامل مع تتبع الجريمة من خلال الكوادر الشرطية ومن خلال حرص الحدود والجيش والشرطة هناك تبادل معلمات هناك تدريب مشترك مع الدول الإفريقية للتصدي للعمليات الإرهابية وخاصة في مناطق الساحل والصحراء أو في مناطق التي تعاني من فراغ أمني ومن ثم تنشط مثل هذه الجماعات إحنا الهدف من محاربة الإرهاب هو تحقيق التنمية والسلام لكي يعود بالنفع على المواطن الأفريقي ويحقق الاستدامة ويحقق أيضا نتائج أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة عشرين ثلاثة وستين وأيضا الأجندة الأممية عشرين ثلاثين نعم خلينا نتكلم عن المنتدى لهذا العام وإيه اللي بننتظر أن احنا نشوفه لأن احنا كمان لحظنا أن في ثلاث دورات فيه اختلافات أو فيه نقدر نقول نوع من أنواع التقدم والتطوير اللي بننتظر نشوفه في هذا العام يعني المنتدى تحت عنوان صريح جدا وأن المنتدى أن أفريقيا قادرة على مواجهة التحديات وأن أفريقيا لديها من الأدوات ولديها من الكوادر أن تتخطى مثل هذه التحديات منها على سبيل المثال كما تحدثنا يعني آثار جائحة كورونا منها أيضا أمواجهة الإرهاب من خلال التعاون المشترك منها أيضا تحقيق الأمن الغذائي منها مواجهة التغير المناخي وده في حد ذاته مهم جدا لأن هذا تحضير للمؤتمر الكبير وهو كبير 27 وده محط أنظار العالم وأعتقد أن الدولة المصرية سوف تكون هي يعني التي تشرح جميع المشكلات الأفريقية في هذه النقطة أو في هذا القطاع وقطاع المناخ بالإضافة إلى أن هذا المنتدى ينظر إلى نقطة في غاية الأهمية وهو التمويل للتصدي لمثل هذه الزوهر والتعهدات على الدول المشاركة في تقديم الدعم وأن يكون هذا الدعم دعم لوجستي دعم عيني دعم بالخبرات دعم بتقليل انبعاثات الحرارية وغير ذلك ومن ثم يعود ليس فقط بالنفع على الدول الأفريقية ولكن على العالم أجمع صحيح أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة بشكر الكاتب الصحفي أستاذ محمد حمادة بشكرك ودايما تنورنا في جنصة وحالك جليل شكرا يا فاند ترجمة نانسي قنقر